مرحبا بكم مشاهدين الأفضل في هذا الجزء الثاني من العدد الخاص بالمنتخب الوطني وكذلك بعض الأخبار الدولية ومباراية التصفية في أوروبا وأمريكا اللاتينية كنا نتحدث عن المنتخب الوطني في الجزء الأوروز كنتم قد استمعتم لأراء محللين في كاريم غازي وكذلك فوجي موسوني الآن كنا قد تحدثنا مباشرة قبل الفاصل عن الزيارة هنا تصور فقط حمزة زيارة رفق صيفي إلى العيبية المنتخب الوطني رفقة ثنغيز مسعي ولم أشاهد الآخر الذي كان ممتعته وتعطينا الصور فقط ومدرب الحراس الآخر برارما مدرب الحراس الآخر لدى المدرب الحراس والمدرب المساعد وكذلك رفق صيفي رفق صيفي الذي يحضر لما جاء في بيان الاتحادية الجزائرية لكوات القدم الانترنشن الآخر لفق صيفي رفق صيفي رفق صيفي رفق صيفي على شهادة AFC Pro وهي أعلى شهادة يمنحها الاتحاد الأسيوي لكورة القدم رافق سيفي لديه منك 64 مباراة دولية سجل خلالها 18 هدف سيرافق أعضاء الطاقم الفني إلى غاية مباراة هذا الأحد ضد ليبيريا يعني أمستاجيا ويقعات ستارف تيكنيك تلك المصولات إلى غاية يوم الأحد لحساب الجوزة تصعون كاليتي دوستاجيا رافق سيفي لا أعتقد بأنه يوجد واحد يعارض ممكن هاد القاهرة أنه يستاهل رافق سيفي لا لا يستاهل 64 مباراة من الأولى لا لا يستاهل أرى هوا أم بلان كيما يقول لك فرماشيون نازي في قاطر الكاف برو كيما يقول لك AFC Pro لدوني الفوتبول أجري يعني المري باشي بارتيسيبي باندب بسكو كي تكون أمستاجيا يقولوا لك لازم تروح لزامة الكلوب مولا ينكيب ناشنال دي لابراتيك أكبر مدارك لتمات ودروا لكيما يقول لكي مفافور وين عرضوه ويستاهل كيما هو كيما دوتر جوار يستاهلوا يكونوا في الفلاليس سواء دون دي كلوب ولا دون إكيب ناشنال خطوة جيدة من الاتحادية أو النخب الوطني مهاتي حجم لي حدرتها الاتحادية إن شاء الله تتعمم باش الناس ما يكونوش أنقرا وينساوا الخير تعال لعابين اللي جزوا وهذه الناس يديروها عادية في العالم نازم إن شاء الله يحكمني كيب ناشنال رافع يستاهل بلغر يستاهل عطار كتير الكورة الجزائية المنتخبرة بلغر يستاهل في سنوات العيجاف تقريبا استاهل يعرف كورة القادم يعرف الفوتبول دي جاو حكم مولودية الجزائر خلهم بيان بلاسي ومبالاتيك مكتب شرب بيع عود دراح يبسح يستاهل يستاهل استاهل كل خير لأنه لديه الفوتبول للجيريان يل ميرت ميدو لبروبلام اليوم في للجيريان يكون عنده أعلى دي جون في العالم أعلى شهادة ما يخدمش صح تيقا صح تيقا اللي يعطيها لك المسؤول اللي يعرف كورة القادم ويعرف قيمة اللعاب ويقا قيمة اللعاب وينلعب وتاريخ ديالو صح اللي يعطيها لك باش تكون عندك لاشوص باش تعمل مع الناس ويكون بروفيسيونال سيتو سيكاس لأتيقة ما ما يكون عندك اللي ديبلوم وما يعيطو لك وما يقيموك كما يقول لك فيدرالية أما عيطولو كما يقول لك الفضلي والي الصادي اللي إلى ويجوز للإستاج ويجوز معهم حتى اللي ماشتا تيزي وزو إن شاء الله يتمينوه لون نجاح إن شاء الله على ذكر وليد صادي كان ترشح على عجالة ثم أنا مر إلى المباراة الدولية كان قدم ترشحه رسميا لدخول غمار انتخابات المكتبة التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خطوة جميلة لأننا غبنا منذ فترة كبيرة على غبنا لفترة طويلة عن التمثيل في الكاف منذ عهد محمد الوراوة اليوم صادي كان معهد جنية حالتونسي ثم بعد ذلك انسحب الجنيح وبقي صادي وحيدا والآن سينال عضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ما تعليقكم ما على هذه الخطوة من وليد صادي هل هي خطوة لإعادة الجزائر من الجانب الكرة وليس فقط من جانب النتائج لكن حتى من جانب التمثيل على مستوى أعلى هيئة في كرة القدم الإفريقية خاصة بعد غياب طاويل وبعد السيطرة لعدة سنوات لبعد اللوبيات في كرة القدم حاجة مليحة يكون عندك يكون عندك واحد في عضو في اللاقاف كما يقول لك ما تقدر باش ما تتنحقرش نعم وبلما ننسو بلا ما ننسو شكما يقول لك مجهودات الدولة عبر كما يقول لك عبر الدين بلوماسية الجزائرية اللي راي يدير في عام الجبار باش تحمي البلاد وتحمي يكونوا يكونوا مصالح البلاد راي كما يقول لك باش واحد ميدنا لبلادنا سوف في الرياضة سوف في التجارة سوف في أي حاجة لازم يكونوا محميين وليزم يكونوا ناس يمتلونا باش يحميوا الجزائر بس كيف كورة القادم في لزاني اللي فاتو شفنا الضلم كبير وحقرة كبيرة اللي لكاف كومبليس افيك دي جون اللي كانوا كونتر للالجيري بسرطو في لدينير كوب دافريك اللي كان حقنا ممدهوناش في اللي بيناتي في اللي ترك يكونوا عند جزوش تلاتة ممو نيفو درافيفة يكونوا عند جزوش تلاتة باش يجور تكون محمي من جيهة كيم يقولك دانوتر كوتيب باش يشوفوا باللي كاي النس بي يحضروا ويحميوا بلاد نعم سيتو كريم غازي خليقوا ما تلقاش جزائري في كاش مكتب ولا ولا في كورة القادم ولا في سياسة ما تحلاش كيم اقولك نعم خسطا ما نرقنا لفترات طويلة ربما معاناة كبيرة الجزائر هل ممكن انه تواجد وليد صدي نحن لا نقول بانه سيغير كل شيء لكن على الاقل عندك ممثل على مشتوى تكون عندنا قيمة عندك قيمة وعندك ممثل على مشتوى لتحدي إفريق تكون عندنا قيمة ان شاء الله وكي ما نقوله تحقرنا بزاف تمظلمنا بزاف نحاولنا نشعل ما مخطرين نحو ان هذا ضربة جزاء ولا يكون الحاكم كونتر على الفريق هكذا يا باش كل واحد يتضحقوا وتكون عندنا هيبة في المكتب الفيدرالي نعم مكتب تنفيذ نعم مكتب تنفيذ إذن التونسي جنيح كان قد انسحب وصحفي تونسي كان في اتصال معنا هذا الأسبوع شهير الكافي صحفي الإداءة الوطنية التونسية كان قد تحدث وقال بأنه منذ يومين تحدث عن انسحاب جنيح وأكد رسميا بأنه تونس ستصوت لوالد صدي وستدعم رسميا صدي من أجل في الانتخابات ولو أنه مرشح الوحيد وبدون أي شك سينضم رسميا إلى المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي وينال عضوية وصفة منتخب في المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي شهير الكافي يقول في هذا التسجيل الصوتي عن انسحاب الجنيح وكذلك عن دعم الدعم الرسمي لتونس لوالد صدي مساء النور وتحية لكل مشاهدي قناة الهدف الجزائرية أكيد اليوم الخبر في تونس هو طلب سيد حسين جنيح رسميا شكرا لنس leggings